كابتن خالد بعد ما بتخلص التجربة بتقيمها كويس غير لما بدأ جواها يعني قيمت الولايتين معنا دي الزمالك ازاي والله الولاية الاولى كانت زي ما الناس كلها كانت شايفة كانت الحمد لله مكللة لها بالنجاح والحمد لله عملنا يعني حطينا الزمالك تاني على الطريق كان طبعا مش من ضمن الاربع مراكز ودي برضو المشكلة اللي انا ممكن اتكلم عليها النهاردة برضو على ماتش مبارح اني مش عايزين نوصل برضو اني احنا نوصل لمرحلة ما قابل السنة الاولانية اللي انا توليت فيها المهمة كانت الزمالك كان مش من ضمن الاربع يعني مش من ضمن الاربع يعني مش هيلعب لبطولة افريقيا ولا كونفدرالية فكان لازم ياخد الكاس فهي دي كانت النقطة اللي هي الصعبة جدا كنت لازم تحصل على الكاس عشان تلعب كونفدرالية وقد كان الحمدلله وكانت الحمدلله مش عايزة ارجع واتكلم فيها كتير بس الحمدلله كانت حاجة كويسة بالنسبة لي وبالنسبة نتزمالك وبالنسبة لجماهير نتزمالك حال الولايات التانية مكادش على نفسي مستوى النجاح لكن انت اتظلمت فيها هو انت شايف ان انا انا حاس ان انا اصلا يعني ما خدتش الفرصة كاملة دي اولا المدة كانت قصيرة جدا سيبك من فترة اعداد والكلام ده كله انا مش جاي عشان مثلا اتولى ماتش مثلا بتلعب امار تكسبه وتاخد كنت لازم اكسب التلات ماتشات عشان ااخد دوري منهم ماتش النادي الاهلي لكن كانت الظروف صعبة جدا جدا مش من ناحة الفنية لا اه كهربا مشي ووباما ملقبش غرماتش وصابت جنش وحاجات كتيرة جدا مش دي برضو يعني انا دايما مش من المدربين اللي اطلع اقول والله عشان ده صاب انا اتعدلت والله عشان ده لا لكن في حاجات كانت خطيرة جدا في الوقت ده اللي هو تأجيل الدوري لو تفتكر ما بعد البطولة الفركة ادى الى ايه اه كريم ان احنا لعبنا على ارض الملعب بقيت اللعبة اللي بتلعب الاساسية نصهم عارف ان هو ماشي بعد الماتشات فديه كانت في المدية عدم تركيز شوية بس الزمانك قوي من ضمن الناس اللي كانت بتطالب انه البطولة تتأجل لبعد كاس الام ما هو احنا طالبنا في الحقيقة عشان الاساسي وعشان برضو نلعب بقوتنا كلها الضربة لكن ما كناش نعرف مثلا جنش هيتعوض مثلا كهربا مش حابة موجود حاجات متغيرات جديدة جات العكس تماما عكس ما احنا كلنا متوقعين والادارة متوقعة والجهاز الفني فكل دي عوامل ادت الى برضو الظهور بالنتيجة اللي هي اللي كان وفيها عدم توفيق كبير جدا برضو ماتش الجونة تحديدا يمكن يكون الجونة كان فيها عدم توفيق كبير جدا الى حد كبير جدا وكنا احنا الاحسن وضيعنا كتير ولينا ضربتين جزاء الكابتن محمود عشور ما اصابهمش فاعتقد ان في حاجات كتيرة جدا كنت ظلمنا فيها فماتش الجونة ومنها برضو عدم التوفيق لكن اللي انا عايز اقوله وادوس عليه قوي ان برضو نص اللعيبة اللي كانت بتلعب عارفة انها ماشية فدي كانت نقطة سلبية هو ازاي طب عرف اللعيبة وهي لا مش عرفنا اللعيبة هي هو تاني يوم بعد ماتش القالي المفروض ان احنا نحط قايمة فالمفروض ان فيه لعيبة حتمشي فالمفروض ان بنتفاوض مع اندية عشان اللعيبة دي ماشية منهم بقت عرف محمد ابراهيم منهم مثلا ابراهيم حسن منهم حميد احداد يعني فاللعيبة دي عرفت ان فيه مفاوضات بخصوصها عماد السيد عمر صلاح كتير عمر صلاح ناس كتيرة جدا من اللي بتلعب اساسي انا مش بقولك ان الناس دي نازلة تتغلب لا عمر ملاحيب لا الناس عملت كل اللي عليها في الملع ولكن برضو جزء من تفكيرك حيروح الناحة التانية جزء من تركيزك مش هيبقى مية في المية فهي دي المشكلة دي المشكلة اللي انا يمكن شلت الشيلة كلها الوحدي ومشيت بيها وفيه قطاع كبير من جمهور نادي الزمال اللي كانا بحترمه وقدره حتى الانتقادني وحتى مش عايز اقولك بقى في ناس طبعا السوشيال ميديا فيها حاجات صعبة جدا عنيفة جدا ومشاء الله مش عايز اقولك حصل فيها ايه لكن كان هجوم حتى من قبل ما امسك يعني كان هجوم بس انت كبتخالد عارف انها مخاطرة انك تمسك في الوقت ده يعني تلات مطشط صعبين جدا ولو خسرتهم انت انت تعتبر فشلت في المهمة صح فصعبة مهمة صعبة بس بس انا كان الادارة والمستشار المرتضى تحديدا اه ايه ما تكلموا معايا قالوا لي انت مكمل للسنة الجاية وانت ليك كل الصلاحيات مكمل للسنة الجاية دي معناها ايه ان انت في الموسم الجديد تتبقى انت مدير فني اه طبعا يا كريم انا عايز اقول لك حاجة مهو مش معقولة اتنين اندية من من اندية القمة بيكلموني في نهاية الموسم وانا اه ما روحش وروح الزمالك على مطش يبقى دي ما ينفعش لا انا اسف مش هينفع اه عيب يعني ما ينفعش خلاص اه فاتنين اندية بيكلموني وهم عارفين ان ممكن بعد جروس فأجلوا المفاوضات الى ما بعد اه انت هقعد جروس لكن كنت كونفيرمي يعني اه في نادي منهم كنت خلاص كنت راهي فاضل على التوقيع يعني انا مش مجنون ان انا هروح امسك مثلا الماتش عشان امشي عشان امشي بعد فترة اعداد كل الاندية جابت مدربين وقالي انا خمس شهور اهو برا الدنيا خالص ليه لان موضوع صعب بعد نادي الزمالكة كريم انا جالي اندية كتير على فكرة جدا بعد الولايه الاولى والتانية والتانية كمان والتانية جالي اندية كتير جدا لكن برضو انا عايز اما اتنقل من نادي الزمالكة اتنقل صح لان ممكن اتنقل نقلة غلط تضيع لي حاجات كتيرة جدا فبرضو النقلة بتبقى بيحكمها برضو تفكير كتير جدا فاي عرض بيجيلي ماشي فانا بدفع تمن كبير جدا طب انا عندي سؤال بس يا كابتن خياد يعني الوعد اللي توعدته من مجلس ادارة نادي الزمالك بانك هتبقى الموديل الفاني في الموسم القادم ليه متحققاش هل ده كان متوقف على النجاح في الفوز بالدور يعني ايا ايا بقى انا عايز اقول لك حاجة انا تجمت جامد جدا خلاص والسوشيال ميديا كلها تقلبت على خالق جلال خلاص فاشل في المهمة يعني انا انا عايز اعرف حاجة واحنا المدرب الاجنبي ده يعني انا عايز افهم حاجة ليه بنختلق له انا والله ما بتكلم على كارتيرون خالص في مصر كلها حتى قدمت الاحضار في الاسماعيل ليه المدرب المصري دايما بيفضل بنبصله على القطعة وعلى الماتش وعلى الشوت وعلى الكلام ده والمدرب الاجنبي بنجيب له جميع الاعذار اللي خلقها ربنا ده معلش اصلا لسه بيبص يبقى بقاله ثلاث شهور اربعة شهور مش عايز اقولك ان انا يعني حسبوني على على ماتش كنت بقالي تمانية واربعين ساعة ليه بنحاسب الراجل المصري دايما بمنتهى العنف ومنتهى القوة ما بنبقاش واقفين معاه وبنساعده وبندعمه وبنديله الفرصة كاملة ليه وبنيجي عليه والمدرب الاجنبي نفضل نديله وننفخ فيه ويفشل وننفخ فيه ويفشل وننفخ